سيدتي نعرف أنه المركز هو للأغراض أو للأهداف العلاجية وكما تفضلت سيدتي هو مركز عربي يقدم الخدمات ليس العلاجية ليس فقط للأردنيين بل هو مفتوح للجميع خبريني عن الجهد الآخر اللي بيكون في مؤسسة الحسين السرطان اللي يمكن إحنا ما منعرفه أو نعرف عن العلاج ولكن ماذا عن المختبرات؟ ماذا عن علاقة مختبرات المركز والأطباء مع المراكز الأخرى في خصوص العلاج في خصوص تقدم العلاج في خصوص استلام علاجات جديدة أو حتى يعني أعذريني على يمكن الكلمة شوي قاسية أو تجربة علاجات جديدة كيف تشاركيتكم وعلاقتكم مع المراكز الحديثة في العالم حول علاج السرطان؟ نحن نعتز أنه عبر السنين 16 سنة بنائنا علاقات قوية كثير مع أهم معاهد سرطانات بالعالم مثل معهد أمدي أندرسون بولاية تكساس يلي بنعد من أهم المعاهد وإنتوا بتعرفوا أنه معهد مثل معهد أمدي أندرسون مش رح يحط إيده بإيد مركز أردني عربي إقليمي إلا ما يكون شاعر أنه هالمركز عنده أكبر مستقية موجودة فعنا شركات مهمة جدا وقعناها بين مثلا مع معهد أمدي أندرسون مع مستشفى سنجود للأبحاث للأطفال ومع عدة معاهد بالعالم ببريطانيا بأي مكان تاني كمان مع معاهد عربية مع مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت مع مستشفى الملك فيصل بالسعودية وهالشركات هذه مهمة جدا ليش؟ لأنه أولا بيكون في تبادل خبرات مهمة جدا بيكون في كمان أبحاث مشتركة بيكون في كمان مشاركة البروتوكولات لعلاج فكل هذا بيعطي نقل نوعي للعلاج نحن عم نقدر نقدمه لمرضانا وكمان مش بس الشركات في الاعتمادات يعني مركز الحسين للسرطان حصل على اعتمادات مهمة جدا وأهم واحدة آخر واحدة أنه حصل على من الجهة الدولية كأول مركز بين الدول النامية والسادس عالميا كمركز متخصص لعلاج السرطان فهذا بحد ذاته مفخرة نعم وإحنا دائما منلاحظ قد سموك وكل العاملين في المركز والمؤسسة بتشتغلوا بشغف وبتعطوا من قلبكم وطبعا كما تابعنا يوم حفل الافتتاح جلالة الملك عبدالله أيضا استذكر المغفور له الحسين بن طلال الله يرحمه بالفعل هو إرث جلالة الملك حسين ورؤية جلالة الملك عبدالله الدعم اللي بتقدموه للمرضى بعيدا عن العلاج وهو الدعم المعنوي والنفسي يعني خلال السنوات الماضي شفنا جلالة سيدنا حقق أمنية لأطفال بيعانوا من مرض السرطان سموك دائما موجودة بين الأطفال وحاضرة هديم تشعري بأنه هذا الدعم بيفرق على نفسية المرضى وأيضا على المشروع بشكل عام بتعفي رهف للأسف الشديد كلنا بنعرف أنه هلأ السرطان صار داخل كل بيت وكلنا بنعرف أنه وقت ما حدا بيتشخص بالسرطان بيشعر باليأس وبيشعر بالخوف وأكتر شي بيشعر بالوحدة صراحة بالأول ما بيعرف شو بديو يعمل بيشعر حاله ضايع والعائلة تكاد تنشل فأنا بدي بس أنا لأسألك السؤال كيف تعتقد بيشعر هالمريض وقت ما بيكون سيد البلاد واقف جنبه وقت ما بيكون سيد البلاد بيسأل عنه وقت ما بيحقق له أمنياته إذا بيقدر وقت ما بيزوره باستمرار وأهم شي وقت ما بيكون سيد البلاد أكبر داعم للمركز اللي عم بتعالش فيه يعني ما فيك تتصوري الجهة النفسية والمعنوية يلي تقدر تأسر فنحنا كلنا موجودين هون لخدمة مرضى السرطان الله يعطيكم السحة أكتر وأكتر يا رب سمو الأميرة في عادة عند الناس يمكن يعني هي قديمة واعتادت عليها أنه الفرص أكثر خارج البلاد للعلاج إحنا هيك وعينا على الدنيا ويمكن هيك تربينا لأنه التقدم العلمي في بلاد العالم وخاصة الغربي والأمريكي أفضل طوينا هاي الصفحة الآن أو نستطيع أن نقول بأننا فعلا طوينا صفحة عقدة الخارج ونستطيع أن نقدم كل شيء جديد لمحاربة هذا المرض عنا في الأردن بدون أي شك أنه هالباب تذكر كليا أولا أنا مبلوم الناس لأنه مرينا بفترة ما كان في علاج وتقضل السرطان صحيح فأكيد الناس رح تشعر بالخوف وتحاول أن تروح لأفضل مكان ممكن بس هلأ بعد 16 سنة باعتقد شفنا أنه مركز الحسين للسرطان يضاهي أي مركز عالمي ويقدم أفضل الخدمات وأحدث التقنيات وما تنسوا مين مركز الحسين للسرطان مين موجود بمركز الحسين للسرطان كلها عقول عربية ترسب الخارج ورجعت تعالج أبنائها وأهلها هالمركز يلي عنده قيادة رائعة بقيادة الدكتور عاصم منصور وطاقم طبي رفيع المستوى ونفس الشيء بالنسبة للمؤسسة يلي بتلعب دور كتير كبير تحت قيادة السيدة نسرين قطامش كلنا منتكامل فهلأ الخدمات الموجودة بمركز الحسين للسرطان هي نفس الخدمات يلي موجودة بأهم المعاهد بالولادة المتحدة ومش أنا اللي بيحكي هيك أنا الأسادزي اللي بتجي من بره اللي بتجي بتزورنا كلهم بيحكوا بنفس الطريقة فأنا ما عندي أي شك أنه عندي ثقة كاملة وما تنسى شغلة تانية كتير مهمة مش بس عم تاخد أفضل علاج ممكن بس عم تاخد أفضل علاج ممكن بين أهلك محاط بين أهلك نعم في داعي محاط بين الحنان يعني عندك كل شيء اللي ممكن تتمنى بمركز الحسين للسرطان اشتركوا في القناة